تودع محافظة ذيقار شهد آخر من مجزرة الزيتون الذي راح ضحيتها أكثر من 146 شهيدا برصاص القوات الأمنية التي أصيب بها الشهيد أنس مالك وعلى مدى عامين كان يعاني من أصابته البليغة في ساقه أثناء تفريقهم من مكان اعتصامهم على جسر الزيتون فاليوم عشائران الغزية ستنكرون ما تعرض له فقيدهم الراحل زين هس لي طالبة بحقها هاي نتيجة شباب شثيرة وتذكرون أنتم مجزرة الشمري مجزرة الشمري شباب قراحة عمرو الورود والطالبة بحقها الصواه بمجزرة الشمري وانبترة رجله هو بيسكر ظل يعاني يفترع للمسؤولين كلها اجت على ساس لجنة قالوا احنا نتبعنا هاي قضية ظل امتانيهم هاي اتوفر شوف بالنسبة للناصرية مقصودة حتى الجرحل بيها ما يداونهم ظلوا هس عليه قران عد سبع جهال كلما صغار بذمة من هاي ويؤكد ثوار ساحة الحبوب ان تظاهراتهم خرجت ضد الفاسدين ومن اهدر المال العام وخير دليل ان الجهات المعنية غير جادة بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين وعلى الرغم من امتلاكهم ادلة قد تقدموا بها الى القضاء التي تثبت تورط ضباط ومراتب قد قاموا باطلاق العيارات النارية عليهم اثناء قمعهم من مكان اعتصامهم على جسر الزيتون الان يميت من محاسبة المجرم على مجلسة جسر الزيتون ولم يكشف على قتلة المتظاهرين اخر شهيد ودعناه هو رقم 146 شهيد في مدية ناصية واحدة من اندلاع انتفاض التشرين الى اليومنا هذا واكثر من 450 جريح طلق ناري وغير المعتقلين من 1200 دعوة قضايا مقام على المتظاهرين لذلك نطالب من الحكومة المركزية باعادة فتح ملف قتلات المضاهرين وخصوصا مجلسة جميل الشمر اليوم زارة وفد من شباب صاحة الحبوبة المجلس حزاء الشهيدة البطل انس مالك هذا الشهيدة الذي التحق بشهداء مجلسة جسر الزيتون البشعة التي ارتكبها جميل الشمر بتاريخ 29 دعش 2019 اليوم نطالب الحكومة العراقية بعد المعانات اللي صادنا سنتين نطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين اليوم نطالب بتحقيق دولي وانضمام العراق إلى المحكمة الجناءات الدولية لأن هذه حكومة الكاظمة على مدار سنتين اللي يجد باسم تشرين ما حققت لا قتلة المتظاهرين لا محاسبة الفاسدين وتعتبر مجزرة الزيتون ليس إلا هي أعمال قتل ممنهجة استهدفت المتظاهرين العزل على أيدي القوات الأمنية أثناء تفريقهم من مكان الاعتصام وكأنها ذكرى تعود من جديد مستذكرة شهيدها أنس الغزي الذي فارق الحياة يوم السبت الخامس من شهر حزيران لقناة دجل الفضائية راسم كريم الناصرية الناصرية